المتحور البريطاني ينتشر بسرعة 40 إلى 70% أكبر من المتحور الأصلي وهذه مسألة مهمة جداً لأنه يقدر يتنشر بين الأشخاص بسرعة فائقة هذا المتحور الذي تسمى دلتا هو كذلك متحور الذي يظهر في الهند في أواخر السنة الماضية يعني 2020 ومن المميزات أنه كذلك ينتشر بسرعة فائقة 40 إلى 60% أسرع من المتحور البريطاني وهو ديجا عنده واحد سرعة كبيرة باش نسهلوا الأمور المتحور الهندي ماكينش واحد في الهند ظهروا بعض الفيروسات منهم ثلاثة ديال المتغيرات ومنها ثلاثة مغيرات منظمة الصحة العالمية أخذت جوج التي أعطيتهم واحد الأهمية لأنهم بدأوا ينتشروا بسرعة منهم دلتا ومنهم كابا وهذا دلتا هو منتشر بسرعة فائقة ووصلت تقريباً 89 دولة اللي وصلها فالمعروف على الفيروسات هو من يأتي واحد الفيروس الذي ينتشر بسرعة أكبر من الفيروس آخر وهذا مسألة منطقية بما أنه ينتشر بسرعة أكبر مع الوقت يأخذ البلصة للفيروس الآخر وهذا الشيء اللي وقع المتحور دلتا اللي هو الآن منتشر بسرعة فائقة عبر يعني مختلف أنحاء العالم ظهر بعض الطافارات هذة الطافارات هادو كانوا واحد خمستاشل طفرة وكيف مولينا كنا بتناعرفوا بعض الطافارات ظهروا في واحد البروتين اللي هي مهمة اللي كتسمى البروتين الشوكية واحد ثلاثة الطافارات اللي ظهروا تماما ودك شي علاش هذة التغيرة اللي وقعوا في هذا البروتين هذو عطاول هاد الفيروس واحد الخاصية ديال الانتشار الأسرع غادي نركزو خاصة على اللقاحات اللي عندنا في المقرب اللي هو أسترازينيكا وسينوفار اللي واضح الآن واضحاته المنظمة الصحة العالمية وكذلك الوكالة الأوروبية للأدوية أنه مثلا إذا أخذنا اللقاحات اللي المستعملين في أوروبا فجميع اللقاحات اللي المستعملين في أوروبا يعني فايزر بيونتك مودرنا جونسون اند جونسون أي أسترازينيكا هذة اللقاحات بربعة باقين فعالين ضد الفيروسات كلهم بما في ذلك دلتا دلتا شرط شريطة أن الشخص يكون يخضع جرعتين الدراسة كتوضح أنه الوقت اللي جرعة واحدة فقط تخضعت كيكون واحد إنخفاض كبير في معرفة مضادات الأجسام لهذه المتحورات خاصة دلتا لكن من كيكون الشخص يخضع اللقاحات يعني الجرعتين كتولي النجاعة تقريبا تتخفض بواحد نسبة قليلة جدا وكتبقى تقريبا فعالة يعني بحال ضد اللقاحات أو ضد المتحورات الأخرى فإذا إلا أخذينا الجرعتين فإحنا محمين كنتحدث على ربعات اللقاحات اللي اللي معتمدهم أوروبا هاد شي كيجوبنا كذلك على استرازينيكا استرازينيكا كيبقى فعال ضد كذلك المتحور الدلتا وضد المتحورات الأخرى كانوا بعض النقاشات بالنسبة الإفريقية الجنوبية لكن بصفة عامة الدراسات اللي كتوضح وحتى بنسبة المتحور الدلتا فأن اللقاح دي الأسترازيكا تبقى فعال بواحد نسبة كبيرة جدا اللي كتقترب من نسبة دي الفعالية ضد الفيروس الأصلي بالنسبة اللقاح دي الأسترازيكا ما كان عملوش فقط على هاد المكوين اللي هو البروتين الشوكية اللقاح كيكون أو المعامل اللي كيتلقح به الشخص هو الفيروس ككل وهاد الفيروس كيكون غير ناشط وبالتالي ما كتكونش فقط هاد المكوين اللي هو البروتين الشوكية لكن الفيروس ككل وبالتالي لو قعت غير المكوين من المكوين الفيروس كيبقى المكوينات الأخرى دي الفيروس وبالتالي الاحتمال أن يكون هاد اللقاح مبقاش عنده فعالية ضد هاد المتحور دلتا غد يكون ضائل جدا وانا كنقول بأنه غالبا غد يكون عنده يعني فعالية ضد هاد المتحور كذلك هذا هو المعطيات يدن المعطيات بصيفة عامة واللي خصنا منسوش هو أنه الوقت اللي كانت تحدثو مثلا على اللقاحات والنسبة دي الفعالية دي اللقاحات ره اللقاحات كلها تقريبا وخاكة تكون يقدر كون شي شخص دار اللقاح والزرعتين وتسناجس الأسابيع ووجه كوفيد هدي ممكن لماذا لأن من كانت تحدثو مثلا لسبعين في المياه دي الفعالية كتعني دير واحد اللقاح ما هذا يعني أنه سبعين يلاخدين 100 شخص سبعين شخص منهم غد يكونوا محميين ضد المرض الخفيف والمتوسط وكذلك المرض الحاد لكن 30% الأشخاص اللي بقاوا يمكن أن يجيهم المرض لكن غي يجيهم مرض خفيف والمتوسط لكن الجميل هو أنه تقريبا هدي تكون 95 إلى 100% الأشخاص كيكونوا محميين من المرض الحاد والمرض الخطير ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر